الدولار عصي على المتربسن به ولن يكون هناك فرصة قريبة لإنزاله من عليائه حتى ولو حاولت ذلك دول عظمى على الصعود العسكرية والاقتصادية والزراعية هكذا يقول بانكو نيويورك ميلون في معرض تقييمه لمساعي بريكس لا يستمد على سرعة مرتبطة بالدولار ولا يقتصر الأمر هنا على حالتي الإمارات والسعودية النفطياتين فحسب لا بل إن درهم الأولى وريال الثانية مرتبطان بشكل وطيد بالعملة الخضراء التي أعلن التحالف أنه يريد إضعافها أو البعد عنها رغم أن بريكس قبل انضمام الدول الست الجديدة كان يشكل 31% من الناتج العالمي إلا أن نيويورك ميلون يؤكد أن التحالف لن يقوى على الإطاحة قريبا بالورقة الخضراء المتغلغلة في سائر تفاصيل المنتجين الصينيين أو المزارعين الهنود والبرازيليين ناهيك عن احتياطات جنوب إفريقيا لكن البنك الأميركي أشار إلى القوة التي سيمثلها بريكس بتوسيع مظلته فحينها سيكون صاحب 75% من احتياطات العالم من المنغنيز و50% من الجرافيت و42% من النفط و28% من النيكل إلى جانب 10% من النحاس وهي موارد لو أضيفت إليها القدرات الزراعية التي يمتلكها أعضاء التحالف فنحن بصدد الإشارة إلى قوة اقتصادية قد يتعذر مواجهتها مستقبلا الولايات المتحدة متزال قاطرة الاقتصاد العالمي مرضها يصيب غيرها بالحمة حقيقة يدركها أعضاء بريكس الذين قد يفضلون سياسة التدرج في تحقيق مصالحهم وتعزيز مكانة ونفوذ تحالفهم اشتركوا في القناة